أول حاجة طبعاً بنقول مبروك لمنتخب مصر الصعود عملوا مباراة كبيرة المباراة بصراحة خلت الشعب المصر كله يتكلم حتى لو أنت بتاع يعني الراجل مدي حاجة لل انطباع للجمهور اللي هو بيبدأ الأول غلط ويجي الشوت التاني بيبقى واحد تاني خالص دي مش مشكلة احنا أما حاجة اللي احنا عايزين اللي احنا نقدّي بشكل كويس ويهمنا المكسب أنا شايف اللي مشاء الله اللعبة قدت الشوت التاني طول المباراة بشكل كويس جداً عنده لعبة لسه وجوه جديدة لمنتخب مصر اللي الناس بصراحة قدت بشكل كويس عاوزين كلنا نساندهم ولعبة كويسة جداً وإن شاء الله بإذن الله يكون لهم دور كبير إن شاء الله مع المنتخب وأنا شايف الراجل كمان يعني مش مديه الأهمية لحد ولا الأندية ولا الكلام ده هو بيختار من دماغه ما بتفرقش معاه أهل وزمالك بتفترق معاه اللي هو بيختار اللعبة اللي هو عاوزها واللي هو شايفها دي شخصية مدرب عاوزين نصبر عليه نساعده دي بطولها برضو الحمد لله جاية في وقتها بطورة إن شاء الله بإذن الله تبايل لكل اللعبة الموجودة ومن اللي هيبقى معاه ومن اللي هيبقى معاه وبيدي انطباع للناس كلها اللي أي حد يكون موجود معايا في المنتخب ما بتفرقش معاك كلام ده ربنا يوفقوا إن شاء الله بإذن الله كابتل حمد أنا نتكلم بقى عن شواء من الفنيات وغياب اللعبة المحترفين زي محمد صلاح وطر الزجي وعمر مرموش وإنني يعني مصطفى محمد شايف اللعبة دي مأثرة مع ال أو في شكل وداء المنتخب آه طبعا يعني هما لعبة كبار طبعا ولعبة محترمة كلها الحمد لله لوحد يشتغل معاهم لعبة عندهم شخصيات لعبة محبوبة جدا جدا من الشعب المصر كله ومن اللعبة نفسها يعني عندنا محمد صلاح مش موجود عندنا النين عندنا ترزيجي مش عاوز أن تحدى عمر عمر مرموش ده برضو كالراجل يعني عندنا لعبة محترفين اللعب على العالم مستوى بس ينزل ببقولك دي بطولة ودية للناس التانية بتلعب في عنديتها دي فرصة للناس اللي هي مش موجودة تاخد فرصة آه وتشاف ودية يعني برضو بفضل من ربنا اللي هم موجودين دلوقتي مع المنتخب والحمد لله احنا طلعنا بتلعة أربعة لعبة كواسين قد بشكل كواس مع المنتخب الرجل تضلهم ثقة زي أحمد رفعت زي فيصل زي عندك مهند لاشين عمر كمال اللعبة دي كلها أنا لعبت معها يعني على مستوى الشخصة أنا لعبت معها لعبة كويسة بس كانت نقصة اللي هي تاخد فرصة والحمد لله الفرصة جات لهم واني شايف لغاية دلوقتي اللعبة دي بتأدي بشكل كويس جدا مع المنتخب والراجل ميدي لهم ثقة كبيرة جدا جدا يعني أنا شايف النهار دا أحمد رفعت آه ما شاء الله هيبق ليه دور كبير جدا مع منتخب مصر الراجل مبارح بينزل آخر الشوط الرابع بينزل يكسبك ويجيب آه يجيب الجن ويعمل جن دا 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 حاجة كويسة جدا في المنتخب في الفترة ديت وجايب جن في الأول برضو أول ماتش ليه جايب جن عالمي آه لا وعندك مصطفى فاتح بدأ ياخد فرصة مصطفى فاتح من اللعبة الحريفة جدا جدا ومش أخذ حقها خالص إعلاميا أتمنى تمنى من اللعبة دي آه الحمد لله الراجل بيدي لكو ثقة كل واحد يبقى على أد المسئولية آه ودي فرصة اللعبة المحترفين مش موجود الراجل بيدي للناس دي بطولة وديها آه بس أنا حاس اللي هي بطولة ما شاء الله فيها حماس وفيها ثقة للمنتخب مصر أتمنى لهم طبعا التوفيق إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله محمد صلاح بقى حماده ويعني محمد صلاح شايف حد قدر يعوضه في المنتخب أو غيابه مؤثر في المنتخب ولا فيه ناس بتقول أداءه في ليفربول مختلف عن منتخب مصر انت شايف النغمة اللي ماشية على السوشيال ميديا دي إن محمد صلاح بتاع ليفربول مش هو بتاع منتخب مصر انت رأيك كيف الموضوع ده بس خلينا نتفعل محمد صلاح من الشخصيات الجميلة جدا جدا والناس اللي هي محبوبة أوي 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 يعني أنا على المستوى الشخص أنا بحبه جدا لعيب فيه كل المواصفات الجميلة اللي أي حد يتمنها أو أي مدر يتمنها على المستوى الشخص كل اللي لعبة المنتخب بتحبه وبتبقى زعلانة جدا اللي هو مش موجود يعني أنا عارف اللي فيه لعيبة كتير مش زعلانة اللي هو محمد صلاح مش موجود إحنا على المستوى الشخص اللي كانت بييجي ما بيجيش للمنتخب ويجينا على المعسكر برة ولا الكلام ده كنا بنيتدايق كنا حابين اللي هو يكون متواجد معنا الكلام ده الناس اللي هتواجد تتكلم محمد صلاح في ميزة حلوة قوي اللي هو ما بيسمعش لحد ولا بيدقى مع حد ولا بيتكلم إعلاميا كتير يعني أنا بيشوف في مصر ما بييجي ما بيتكلمش في إعلام ما بيتكلمش في حاجة بالراجل مركز في شغله مش عاوزين محمد صلاح ما شاء الله ماشي بحاجة محترمة جدا جدا بيمثل الشعب المصر كله أتمنى الناس اللي هتساعده محدش يهدمه الراجل شغال كويس جدا جدا مع ليفربول لما بيجي المنتخب الراجل برضو بيبقى جايلك كل يومين هناك أو ثلاثة أيام مطش يعني انت الرابج لما بيجيلك هنا بابضو لا في فرق شاسع طبعا إنما مش عاوزين نقلل من الراجل يعني الراجل ما شاء الله شغل في النادي بتاعه كويس وبيجي المنتخب بيشتغل كويس إنما النهاردة انت بيبقى في فترة معسكر حوالي عن عشرين يوم خمس عشر تيام الراجل عشان يخش مع اللعبة والكلام ده برضو فيه لعبة كتير بتبقى لسه متجمعة يعني هو الغاية دلوقتي محمد صلاح اللعبة الموجودة ماشتغلش معها يعني فيه لعبة كدير مضمومة لسه ما شافهاش لسه ما عشرش الناس دي بس أنا عارف محمد صلاح بتشخصيته هيلمي الناس دي وهو راجل دلوقتي كابتن منتخب مصر بتمناله طبعا التوفيق ومشاء الله إن شاء الله أنا متفاع الخير اللي هو هياخد أحسن لعب في العالم شايف أحمد ياسين قدر يعوض غياب حجازي بس خلينا نكون متفقين اللي ياسين اللعب كويس لعب مش وحش لسه قدامه المجال وقدامه خبرات يعني لعب برضو اتخطب زي ما بقوله كده اتخطب بقى في المنتخب مرة واحدة حتى هو كان نازل مطش الأولى اللي كان حاس اللي هو مطش الجزائر كان حس اللي هو خايف إنما هو لعب إمكانته مش وحش والراجل لو شايفه ما كانش يصلح المنتخب ما كانش يجابه بنتمنون طبعا التوفيق لسه إن شاء الله بإذن الله اللي عندنا لعابة خبرات لعابة كبار موجودة إن شاء الله تلم الدنيا دي يعني عندنا زي حجازي عندنا زي السولية عندنا محمد الشناوي الناس دي إن شاء الله إن شاء الله يقدر يوصل لهم خبراتهم للعابة دي عندنا لعابة إن شاء الله مهمة جدا تكون موجودة في منتخب مصر وتقدم على منتخب مصر وإن شاء الله نشوف نجم أو نجمين زي محمد صلاح يحترفوا يبقى موجودين كده بيمثلوا مصر لا حجازة يوجودوا مهم جداً لعيب قوي لعيب ما شاء الله الناس كلها طلع أخذ خبرات ويحترفوا أتمنى من اللعاب الزغارة اللي هي تاخد منه الخبرات ديات عندنا الوينش النهاردة بيقدي بشكل كويس جداً جداً مع المنتخب ولعيب مهم إحنا دايماً اللعيب المصر عنده حماس وعنده لازم يكون اللعيب عندك اتنين تلاتة اللعيبة كده موجودين في المنتخب عندهم روحوا عندهم عندهم كوة في المباراة عشان الناس تقدر تشوف تشوف الكلام دوت ويقدر إن شاء الله بإذن الله منتخب بإذن الله بإذن الله ياخد البطولة ديات أنا شاف إن شاء الله البطولة دي مهمة جداً للمنتخب بإذن الله